استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان رئيس مجلس الأمة مرزوك الغانم ورئيس المجلس التشريعي في سلطانة بروناي دار السلام عبد الرحمن بن طيب والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذلك بمناسبة زيارته للبلاد